اهلا 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 ازاي حضراتكو بص من البداية انا من انصار ان العائلة تتعلم لغات قدر الامكان ومن انصار انه الناس تعرف اكتر من لغة كويس طيب بس في النهاية ده رأيانا يعني السؤال بقى هل تعلم اللغات قدر الامكان في مصلحة الولاد ولا انه ده هيأثر على اللغة الام يعني في حالتنا مثلا احنا في مصر بنتكلم عربي هل لو علمنا ولادنا لغات كتير في البداية كده وهم لسه داخلين المدارس انجليزي وفرنساوي والماني وروسي وصين يعني ايا كان يعني انت بتحب تعلمهم ايه او المدرسة بتديهم ايه او ان انت مستعد تدفعهم لانهم ياخدوا كورسات في الايه هل ده هيأثر على اللغة بتاعتهم الام الرئيسية ولا لا نشوف هيتقلقي خانونا الاول نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو دكتور شيرين درديري استشاري علم النفس السلوكي اهلا بك يا دكتور ازاي الصحة كله تمام الحمد لله استاذ حسام مصطفى ابراهيم الكاتب المتخصص في شؤون اللغة ومؤسس مبادرة اكتب صح زك يا استاذ اهلا بالنسبة عامل ايه كله تمام اكتب صح دي مهم او اذا الواحد بيشوف نهازل او الله العظيم طيب هستأذن نبدأ بدكتور شيرين ايهما افضل نعمل ايه الافضل ان احنا نعلم الاولاد عدة لغات فيما قبل سن لغات سن الست سنين لان بعد ست سنين بتبتدي الدوائر بتاع الخلايا بتاعة المخ تنتقل الى الدوائر المعرفية المعارف العامة فسرعة تعلم اللغات فيما قبل الست سنين بتكون بدرجة اسهل من بعد العمر ده معدل استيعابه لتقبل اللغة بيبقى اعلى بالضبط انما الجزئية لحضراتك ذكرتها ان هل بيؤثر تعلم عدة لغات على اللغة الام اللغة اللي هيمارس بيها انشطة الحياة الطفل اللي قبل الست سنين هي اللغة اللي هيتقنها لكن مفيش مشكلة ان هو يتعلم لغات قبل السادسة اخرى غير اللغة الام لكن اللي هيتقنها قوي هي اللغة اللي بيمارس بيها انشطة الحياة اللي بيتعامل بيها مع قصرته وجدانه لكن مفيش مشكلة ان الطفل يتعلم اللغة وده يفضل قبل الست سنوات لان بعد الست سنوات بيحصل صعوبة في تعلم اللغات من ستة لعشرة والعشرة بتزداد الصعوبة لان خلايا المخ بتكون متقبلة اكتر للتعلم المعرفي الادراكي عن تعلم اللغات والحقيقة في الصدد ده ينبغي ان انا انوى ان الانسان بصفة عامة يتمكن او عنده القدرة ان هو يتعلم عشر لغات في حياته والاشخاص اللي متعلمين العشر لغات بتكون عندهم المادة البيضة بتاعة الخلايا بتاعة المخ والادراك في زيادة عن الشخص اللي بيتعلم لغات اقل وبالتالي بتحميه على المادة الطويل من حدوث زهايمر بس عشر لغات ده ده طبعا ده حاجة ايديل يعني ده نموذج ايديل بنكلم عن الانسان مش الطفل انسان بواجه عين بكده الانسان الخارق عشر لغات ده موئة ده كتير عنده قدرة عنده قدرة على كده وده كمان هيخليه عنده القدرة اكتر ان هو يحمي من الزهايمر المادة البيضة بتاعة الخلايا بتاعة مخه بتكون اقوى فبالتالي بتحميه من ان هو يحدث لي عملية من الزهايمر على امتداد العمر لان اتعلمت لغات كتير بس الزهايمر عندي عندي رو طب انا هرجع لضفنا العزيز وزمنا العزيز استاذ حسام رأيك ايه في هذا الكلام على مسألة تعلم اللغات انا الاقي دايما من حاجة واظن ده جزء من مبادرة تكتب صح ان الاجيال اللي بدأت طالعة العالبات مبتعرفش عربي حتى في كلامهم العادي يعني بيستبدلوا الكلمات العربية بالاسهلوا انه انجليزي فرنساوي الماني يقولك يعني اللي هي كذا اللي هي كذا دي يعني ايه ده انا في مصر انا انا مش في حتة تانية قولي وجهة نظرك الحقيقة انا باتفق مع حضرتك مع الدكتورة فعلا ان طفل قدر على استعاب اكثر من لغة قبل سن السادسة وبعض العلماء بيمداء لحد سن العشرة لكن يا الاشكالية انه هو تعلمه للغة اجنبية او اتقانه للغة اجنبية قبل ان يتقن لغة الام يؤثر عليه معرفيا واسلوكيا واخلاقيا وكل الحاجات زي ما حاك تقول اقول فعلا اللغة اللي بيتحدث بها اليه اكتر هي اللي بتأثر عليه وهي اللي بتبقى لغة الام فلو كان الام والاب بيتحدثوا بلغة انجليزية او المانية او فرنسية داخل البيت هيعتبر ان دي لغة الام وهيطقنها اكتر من اللغة الاساسية وهيبقى من الصعب جدا فيما بعد ان احنا نقوم ده فقال نعلم لغات لكن يبقى ولقنا الاول للغة العربية نبدأ بيها نمشي قدر معقول فيها لحد ما يقف على رجليه وبعد كده نبدأ نتلقى علوم اخرى خصوصا ان اللغات كلها شبه بعض فيه قواعد عامة بتحكم اللغات في النهاية فيه منطق واحد بيحكم اللغات كل اللغات فيها فاعل وفيها مفعول وفيها صفة بالتالي بالفعل العلماء اثبتوا ان تعلم لغة بيؤدي ويساعد على تعلم لغة اخرى لكن الفكرة بس حت الترتيب الاولوية كمان المشكلة ان تعلم اللغات مبقاش وسيلة لاقتحام عصر العلم لتحصيل المعلومات لا للأسف بقى جزء كبير منه هو نوع من انواع التظاهر او البريستيج الاجتماعي الوجاهة الاجتماعية وحاجة لما بتشوف الناس بيكلموا ولدهم بلغة اصلا هاجين ولا هي عربي ولا هي انجليزي ولا هي فرنساوي فتحس ان فيه خلل ما فيه تجربة شهيرة جدا للدكتور عبدالله الدنان ده دكتور سوري تجربته في تعليم ابنه من اول ما تولد كان يتحدث اليه باللغة العربية الفصحة فقط ما بيتكلمش حتى هو غير قادر على استعاب اللغة او فهمها او الحديث بها وعلى الجانب الاخر والدته بقية الاسرة بيكلموا باللهجة المحلية بتاعتهم فالطفل المجرد ما بدأ ينطق الحروف ويركب الجمل كان يتحدث الفصحة ببراعة ويعرب ويتكلم كلام مفيش فيه خطأ نحوي على الاطلاق بدون ما يعرف القعدة وهو ده اساس تعلم اللغة عموما غلط مش الفكرة ان اقول الولد ده فاعل وده مفعول ده اسمه وصف اللغة لكن اللغة هي ان اتحدث بها واتواصل معه اللغة تعالى حراك هات لخريج جامعة ازهر خريج لغة عربية حد متخصص جدا وقول له كلمني خمس دقايق دون لحن دون خطأ في اللغة مش اعرف يعبر عن نفسه فالصحة اصلا في تعليم اللغة واللي احنا بنقول الطفل يتعلم اللغة في سن مبكرة مش ان انا اجيب له ده المبتدأ ان انا اتكلم معاه ومارس معاه اللغة وبطبيعة الحال هيحاكي لان اللغة قائمة على المحاكاة هيحاكي وهتكلم زي بالزبط وبالتالي يتحسن لسانه حتت بقى فاعل ومفعول دي مش دلوقتي خالص ولا في المرحلة الابتدائية كلها والدليل حضرك لما بتشغل فيلم كرتون مدبلج شوف الاولاد الصغيرين بعد ما بيعودوا اصادوا بيطلعوا بيسمعوا الفيلم بالفتحة بالكسرة ما بيغلطش بل انه قادر على اختلاق جمل او تركيب جمل ممثلة اللي هو اسمعها بنفس الاعراب بنفس الاداء بدون لحل من غير ما يعرف الموقع الاعرابي للكلمة ولا دي فاعل ولا دي مفعول هو القنوات التليفزيونية المخصصة الاطفال اللي بتتكلم باللغة المدبلجة بالعربية الفصحة المدبلجة طبعا بتؤثر يعني انا شفت ابن اختي الزغير راتي هو كبر لاتي بأطول مني وهو صغير فأختي بتقوله على شيء ما امر ما يعني لا انتي ام مستبدة الله بالاعراب انا قدلت بخصص له كده مستبدة خلينا اقول برضو ان العناصر بتاعت الجزل بتاعت الالوان والحركة بتؤثر في سرعة الاستعاب و سرعة اكتساب اللغة يعني خلينا انا كده احنا كده متفقين ان اللغة التي يتقنها الطفل هي اللغة اللي بيمارس بيها انشطه اليومية و مفيش مشكلة ان هو يتعلم لغات اضافية لكن مع تحفظنا على المحافظة على اللغة الام في الانشطة اليومية و داخل الاسرة و خلال انشطة حياته انما يكتسب لغة اخرى مفيش مشكلة بس ما تكلمش بيها في حياتي اليومية و عندما احنا في عندنا جملة اللي هي دايما نتريق بيها يعني على نوعيات من الامهات اللي هو بتاعها بودي يلا اطلع من الماء عشان تشرب ووتر ما تشرب ماء يعني اطلع ماء عشان تشرب ماء بس ادي كل القصة اطلع بعشان تشرب ووتر ايه تشرب ووتر كده خلاص المابة يعني ما حصلش طب انا هستأذنكم في ان احنا هنطرح مع بعض سؤال هل التعلم المفرط للغات في المراحل المبكرة ده يخلق زحمة في عقول الولاد فيبقى عمليا حتى ما عندوش قدرة كافية او عقله مش قادر على استيعاب امور معرفية اخرى بزحم قدمغتهم يعني ولا لا لكن هنتكلم في ده بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زميل العزيز زعطية دلوقتي او بيقولي شهير بتيتو فقادي القاهرة السحرة فحتى كنت بعلق مع ضيوفنا القاهرة سحرها مش في الشكل سحرها في الروح المصريين دول مزهلين يحطوا روح في اي حتة كده يا رجل ده انت لورا انا عايزك تروح مثلا مثلا متشجن في الوقت المتحدة الامريكية وتشوف المناطق اللي ساكن فيها المصريين منطقة زي الفل بالمناسبة عشان بتكيش ان احنا بنا تهكم فيها روح تانية خالص يعني تلاقي المنطقة دي اللي فيها مصريين كتير روح تانية خالص خالص عن بقية امريكا والله العظيمة بهزر ده بخير نرحب مرة تانية بضيوفنا العزاء داخل الستوديو وكنا بنطرح سؤال هو انه هل المزيد من او الاسهاب او الافراط في تعنم اللغات لدى الاطفال هيؤثر على قدرتهم في تحصيل المعارف الاخرى ولا لأ لأن قبل الغاية ست سنين بتكون افضل وقت لتعلم الطفل اللغات ماشي لحد سن عشرة زي ما قلت لحد عشرة بعد عشرة بيبتدي ينمو وبعد سن تمانية ينمو لدى الطفل القدرة على المعاني المجردة فبالتالي بنقول النسيج المعرفي لي عشان كده دايما بنقول الافضل ان احنا نعلم الولاد اللغات لغاية سن عشر سنين طيب بعد كده المعارف ولا تؤثر ردا على سؤال حضرتك لا تؤثر تعلم اكثر من اللغة على النسيج المعرفي للطفل لا ما تؤثرش طب الملاحظة والتقصي والبحث شفت ايه انا شايف ان الافراض في اي شيء مضر سواء في اللغة او في غيره النقطة التانية الطفل لي احتياجات اخرى غير التعلم عموما فلا بد ان نحترم هذه الاحتياجات اغلب الاباء يبدأوا يعني بشوفها على الجروبات والاسئلة اللي بتيجي مثلا انا عاوز اعلم ابني برمجة ابني عنده خمس سنين انا عاوز اعلم ابني مات وهو عنده اربع سنين مفيش حاجات مبسطة فيه هوس لدى الاباء عموما بانه عاوز يشوف طفله احسن طفل وتحت تأثير التكنولوجي والحاجات المزهلة اللي بنشوفها كل يوم فمتخيلين ان هما لما يبدأوا من سن سنتين مثلا على عشر سنين هاب عندهم احمد زويل وده تفكير خاطئ اولا لان فروق فردية كثيرة ما بين الاطفال فلا بدنا نعرف نوعية طفل بتاعي ممكن يكون كثير اللعب في بداية حياته وبعد كده يلاقي هدفه يتشطر ياخد اتجاه ممكن هو انسان لا يتقن اللغات ما عندهش دقطان انه يتعلم لغة لكنه في حاجة تانية حركية مثلا اكثر استعابا فبصفة عامة لابد ان احنا معرف نوعية الاطفال بتوعنا ومحتاجين ايه وميبقاش فيه استيريوتيب ميبقاش كل الناس بتاخد برمجة وكل الناس بتاخد فوتوشوب وكل الناس بتاخد انجليزي لا احترم خصوصية الطفل لو عاوزين نقدمنه هذه المعلومة لابد ان نتخير الشكل المناسب لسنه انا في احدى المرات مثلا ولادي في ابتدائي عندهم دروس في النحو معقدة كان اخواتها وان اخواتها مش فاهمينها وانا تخصص عربي طريقة تقليدية فشلت تماما لكن لما طلبت ان هما اللي يحضروا الدرس ونجيب كروت من المكتبة فرخ بعشرة جنيه ونقطعوا ولزق اللي ها بتلزق ونكتب كانة عصابة ونرسم لها شنب ومش عارف ايه ونلزقها وبعدين دخلت هجمة الجملة الاسمية وهي ماشية الجملة الاسمية جرت رح يتحصرها ورفعها مش عارف ايه وقعدنا نرسم وعملنا على ايد كروت وهما اللي شرحوا لي الدرس عزا اقول لها حاك ان الله اختلف ما بقاش هنا تعليم انا بسمح لابني وحنا بنحن الامتحانات انه وعد يتنطط على السرير مع انه تربويا ونفسيا انتها لأ اوه تميز ربع ايدي انا ابني حركي فلما بحصره في ركن القصة انتهت خلقته بالضبط فانا بديله مسحته بديله طريقته فمرة من المرض بنتي انا بعمل فيديوهات على قناة عندي اسمها اكتب صح للغة العربية بنتي عجبها القصة الله عندك فولورز والله بتاع قالتلي انا عاوز اشرح دروس وعاوز طريقة صنع الجبنة من اللبن يلا يا حبيبتي وجبت لها الكاميرا وصورتها على المكتب وطلعت وعملت فيديو جبت لها منفحة جبت لها كل حاجة فالمقصد هنا ان كل طفل له طريقته في التلقي وفي التعلم فانت افهم رايح فين وما تزنقوش في قالب احنا نعشق القولبة ونعشق ان كل الناس تبقى ما يشوفنا ما تحسيبه ياخد وقته ياخد حريته طيب دكتور شرين هو احنا عشقين للقوالب زي ما قال استاذ حسام واللي احنا طول للوقت عاوزين نحقق رغباتنا الذاتية واحلامنا الشخصية في العيال دول يعني اللي كان نفسه يطلع عالم فيزي عاوز العيال دي كلها تبقى ألبرت أينشتاين وبعدين الصين فيها اكتر من مليار وسبعة من عشرة نسمة فلما بيطلع واحد صيني ما سأقول لك ايه الطفل الصيني الذي نجح في اكتياز اختبارات كلية الهندسة ده واحد من مليار وسبعمائة مليون مش معقول كل الاطفال يعني كان ساعتها الصين دلوقتي عايشين على المريخ بقى لهم خمسين سنة احنا بنحقق رغباتنا ولا احنا بنعمل ايه انا ضد النموذج ده ضد نموذج ان انا احط الطفل في قالب او ان ابني يكون وسيلة لتحقيق احلامي انا لان كل شخص بيتخلق عنده كارزمة في حتة معينة كويس وينبغي ان انا اراعي الفروق الفردية بين ولايدي انا ما فاش حط تستنبه انا كده انا بقضي عليه على فكرة لانه ممكن تكون كارزمته في تمييزه في جزء اخر غير اللي انا نفسي هو يحققه رياضي رسام موسيقي زي ما يطلع وبالتالي لازم اسيبه يجمح بفكره ويحقق نوع من الابتكار الخلاق اهم حاجة بوجه رسالة للاباء والامهات ان انت تكتشف ابنك متميز في ايه ابنك متميز في انه النشاط خليني اناول نقطة مهمة ينبغي ان احنا نلقى الدق عليها الحقيقة تم اثارتها ولكن انا بقى اؤكد لا يمنع ان انا اعلم ابني لغات او ان انا اعلمه في سن صغير ولكن الاساس في هذا التوقيت ان الطفل لازم اديله مساحة ان هو يلعب ويمارس الانشطة افضل الطرق في التعليم بوجه عام ومن انجح الطرق وده اللي بيستخدمه الصين على فكرة هو التعلم من خلال الانشطة ان انا بقى بلعب لعبة ومنها بيتعلم علم ودي افضل افضل الطرق والصين متميزة علشان كده عشان عارفين يخلوا الاطفال يتعلموا من خلال برنامج نشاط انا عجبني قوي مدرس التاريخ اللي بيلبس لبس متعلق بالحصة يعني فين استثناءات ازاي ده جميل لا دي وسائل جذب طبعا عمره ما ينسى الطفل عمره ما ينسى طيب هنا هسأل بقى على نقطة مهمة عشان احنا بنتكلم عن المساءات احنا وصلنا لمرحلة انا في مرة من المرات شفت اوراق الامتحانات بتاعة طلبة في الجامعة فيها كم اخطاء املائية ما يقعش فيها ولد فتل تبتدائي ده حيث السر طيب هو الموضوع ذو شجون حضرتك حطيت ايدك على يعني وجع مستمر القضية طبعا بتبتدي من بداية التعليم زي ما قلنا انا بشوف ان تدريس اللغة العربية في المدارس لا يتم بشكل يناسب العصر او يناسب المرحلة العقلية تخيل حضرتك مثلا انهم في مراحل مبكرة بيدرسوا شعر جاهلي وفي السنوي يدرسوا شعر حديث طب انت المفروض تبدأ بالعكس تدي له المألوف تبني على المعلوم لحد ما تصل الى المجهول ده مش متحقق كمان اثقال الطالب بدراسة قواعد النحو في سن مبكرة في الابتدائي تقريبا بيخلص كل قواعد النحو بدون ما يبقى لها استخدام وظيفي لاحظ حقيقة ان احنا دولة ثنائية اللغة يعني احنا بنتكلم في كتب اللغة العربية بالفصحة ونطلع في الشارع الطفل ما يلاقيش استخدام لهذه اللغة فتظل محصورة بين جدران الفصل وطبعا مش عاوزين نقول ان المدرسين نفسهم لا تحدثوا الفصحة فبالتالي مفيش اي ممارسة معين وزي ما حاجة كنت تطرح قضية ان اللغة اربع مهارات اولها الاستماع انا لو ما استمعتش للحرف بشكل سليم لن انتجه بشكل سليم فيبقى التعليم من البداية كطريقة كمنهج سيء جدا يتخرج من هنا الطالب تخيل انه دخل ازهر او دخل حاجة متخصصة في اللغة العربية انا تخرجت في كلية التربية لغة عربية بالمناسبة ما شاء الله درس لغة عربية وانفق سنوات من عمره وهنفترض انه مكتهد وانه مزاكر وانه مشاطر هيطلع يبيع ايه اللغة العربية فرغت من جدوها الاقتصادية هيطلع يبيع ايه انا دلوقتي لو روحت اخدت كورس انجليزي في اي مركز تحت بير السلم صرفتلي فيه الف جنيه الى الف ونص على الاقل لما روح انتروفيو هقول انه اخد كورس في المركز الفناني اي ام في جود هقول له كلماتين انجليزي ممكن اشبك في الوظيفة لكن اتقاني للغة العربية لا يرتب ان انا اشتغل بيها لكن لو الدولة تبنت وسيلة لاحياء اللغة زي مثلا هقول لحضرتك لما بتشوف مثلا السادة عضاء مجلس الشعب لما بيطلعوا يلقوا القسم اللي هما بيلقوا مكتوب قصادهم بيخطيقوا فوق وفيه ايات قرآنية وبيقرواها غلط لو اصبح هناك مدرسة داخل مجلس الشعب او مدرسة للموظفين العموميين عموما لا يقبل تعيين اي انسان في منصب عام الا اذا اكتاز دوره في اللغة العربية دوره مبسطة انا مش عاوز سيباوية بس مش عاوز الخواجة بيشو لكن الاخطاء اللي بتتقيل ساعة القسم وما الى زلك برضو دي اخطاء التوتر يعني كلنا يعني نوضع في هذا الوضع وفي هذا الموقف دائما يعني انا اجزم بانه زملائنا في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ هم جلنا مصور وكل حاجة بس هيبت الموقف انت بتقول بها اهلا قدام الرئيس صعب برضو على كل انا معلش الوقت بينا جري الا انه احنا محتاجين نتكلم اكتر على قضية اللغة دي ودي قضية مهمة جدا 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 حتى دكتور شين قلت لنا انا بدارس في الجامعة وبشوف الاخضاء بتاع الطلبة بلاوي حاجة خض سيد حسيم كرجل متخصص يشاهد من البلاء اكثره يعني ودي حاجة برضو صعبة علينا جميعا يعني في النهاية دول ولادنا او اخوتنا او زملائنا الى اخير وعايز اشكركم جدا على وجودكم معنا ونعتذلكم على دي الوقت ونعتذلكم ان احنا مأخرينكم احنا بنشتغل لحد اخر الليل يعني وحتى منتصف الليل اه فضلنا اربع دايق وينتصف ليل القاغرة الساحرة اشكركم جدا دكتور شرين درديري نورتنا وشرفتنا دكتور حساء او استاذ حساء مصطفى زاملنا العزيز نورتنا وشرفتنا وحضراتكم بالتأكيد منهورين كل يوم عموما خلصت الحلقة سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر فهنقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة